صديقي خليني نكون حقيقي معك لدقيقة واحدة وشفيت سبقلك ديسي من ديك الأيام اللي كتحس فيهون باللي العالم ديالك مغطي بالكآبة أسهل المهام كتولي تحديات هائلة والفرح كيولي بلك غير دكريات بعيد وصعيب توصل لهم مرة أخرى وممكن أنك تكون جربتي بثبت لعلاجات والحلول مشيتي عند معالجي نفسيين أو لا تلحيتي في بحر ديال الكتب ديال المساعدة الداتية ولكن للأسف كتلقى راسك بحال إلى هربان من الخيال ديالك فكنضن باللي هذا هو الوقت المناسب بيش تهرس هاد السيكل أو لا تكثر هاد الحلقة المظلمة والدخل الى النور فاليوم أنقلك ربعا الخطوات فعالة لمعالجة الاكتئاب للأبد فخليك معايا تلخر اسميتي مهديك الثاني قوتش آيف بي بي عاونت الآلاف ديال الناس باش أنهم يوصلوا جيث من أحلام ديالهم إلاك تبغي تفاصل كتر دخل سيد ديالنا www.stokarmy.com أو لا تواصل معايا على الانستغرام وما تنساش تدير لايك وسبسكرايب الخطوة رقم واحد أرفض فكرة أن تكون عاجز يعني ما تقولش ما يمكن ليش نتغلب على هاد الشي أو لا ما يمكن ليش نتخطى هاد المرحلة تخيل راسك بحال شي محارب وقت قدم باب ديال القلعق مرعبة وخارج داك القلعق كين العدو داك العدو اللي بره كيمثل تحديات والصراعات للحياة كتفرض عليك بحال الثعي اللي يتحقيق النجاح الضغوط المالية الضيراء بالعلاقات والشكوك الداتية والزدران ديال داك القلعق كيرمضوا لدك المفاهيم بحال الاكتئاب والإعجاز اللي المجتمع كيبغي يفرض عليك دا بندو ذو الجثء الحاسم عندك جوج ديال الاختيارات يمكن لك تقبع في داك الضال ديال داك القلعق وتقبل هذيمة وتعتبر راسك عاجز أو اللي يمكن لك تخرج وطلق العينان لداك المحارب الداخلي اللي ما كيتقيجش بأحكام المجتمع فدك المحارب عنده القوة باش يدمر داك الجدران وتسعد أو اللي ترد تحكم في الحياة ديالك رافض داك الفكرة أنك عاجز يعني تحتضم داك الروح المحارب اللي كينا في أي واحد فينا شنو ما كانت هذ المصاعب اللي كتدوذ منها فيمكن لك تزبد داك السيف ديال العزيمة وتزيد الأمام وتكون مآمن باللي عندك تحكم في المصار ديالك المحارب الداخلي ديالك ما كيتقبلش الهذيمة وكيدمر الجدران ديال الشكوك وكينتاثر على التحديات ديال الحياة فحيد هاد الكلمة ديال كتئاب من القموص ديالك وعرف باللي انت هو المؤلف او اللي الكاتب ديال القصة ديالك فسعد القوة ديالك واحتاضن الفكرة باللي عندك الشجاعة الارادة والمرونة باش تقهر اي عقبة في الحياة ديالك إلا عجبك لشي اللي كتسمع ما تنساش دير لايك وسبسكرايب وإلا عندك شي سؤال سويني في الكومنتر ندذل الخطوة الثانية اللي هي كشف الجاني الحقيقي انشرح لك فكر في حياتك بحال شي ببوزل او لغز كبير في عدد لا يحصى ديال القيطاع المنتشرة قيطاعك تمثل دك شي اللي كي يجيب لك الفرح وقطع اخرى كتمثل تحديات ومصادر الاكتئاب كل قطعه كتلعب دور حاسم في اكمال اللغز ديال لحياة ديالك وباش تحقق سعده خاصك تفحص كل قطعه بعناية باش تعرف شنو اللي مسبب لك الاكتئاب والتعاسع منين عتحدد العنصر اللي كي يساهم في الاكتئاب ديالك فارك بحالي للقيت ذاك القطعه المفقودة باش تكمل البوزل او للغز ديال حياتك دابا منين تسلحتي بهذا المعرفة فكتبدا رحلة ديال النمو الشفاء واكتشاف الذات دقة دقة وكتبدا في مواجهة تحديات وعلاج ديالهم من الجدر وتخلص منهم تدريجيا منين كتولي عندك هاد العقلية كتولي تعرف باللي السعادة ديالك بين يديك ماشي بين يدين واحد المعرض وهمي سميثو الكثئاب وبطبيعة الحال باش تغلب على هاد المعرض الواهمي خاص الافعال يعني اكشن خصك تدير انشطة اللي غادي تخليك ترتب القطع ديال اللغز ديالك كاملة الواقع هو اه يمكنك تحس براسك مكتائب ولكن هدا غير علامة من الخالق من الله سبحانه وتعالى بللي كين شي حاجة في حياتك خاصك تخدم عليها شي حاجة خاصك تحسنها هادك غير الدماغ ديالك كي يقولك راك ما كتستعملش الامكانيات ديالك كاملة انثو لك واش كتظن بللي راك مطلع احسن فورما في الحياة ديالك او لا احسن فورما يمكنك تطلع واش كاتمشي تنعث كل ليلة عندك ابتسامة في وجهك واش اعارف بللي اعطيتي جهد كامل في المهام اليومية ديالك واش مني كتشوف المرايا الصباح كتكون مفتاخر بدك الانثا اللي كتشوف واش انت الراجل اللي اتبغي بنتك تجوج به انا ما كانش الجواب هو اه فارع عندك بثاف ديالخدمة اللي قاسك تدير فالواجب ديالك هو توري الخالق الجمال ديال الخالقة دياله وكنت اكد بلي غادي تشوف الحظ كيتزاد لك في جميع المجالات في الحياة ديالك خطوة رقم ثلاثة بني عقلية قوية انا شرح لك غنعودك واحد القيصة باش تفهم ذيان في واحد الغابة كاتيفة كينا واحد الشجرة ديال البلوط دايذة من ثنين ديال العواصف الرياح قوية وضربات البرق كيبال لك في الاغصان ديالها الندوب ديال المصاعب اللي دس منها ومع ذلك كتلقاها واقفة مهيبة في الغابة واحد النهار ثولاتها واحد الشجرة صغيرة احدها قلت لها كيفاش دايذة من هاتشي كامل وماذا لا قوية قلت لها الشجرة ديال البلوط قاع ذك العواصف اللي دس منها كانوا فورة سلية باش نكبر ونزيد نتقوة ذك الرياح القوية خلوا الجدور ديالي تزيد تغرس كتر في العمق ديال ارض ذك دربات البرق خلوا الاغصان ديالي يوليوا فيهم مرونة وصلابة كتر من قبل حتا ضمت قاعد تحديات ذك شعلاش وليت قوة في الطبيعة لا تتذعذع فكون بحال الشجرة ديال البلوط الخطوة رقم 4 طور جسمك وحالتك المادية في العصور القديمة ملعب التدريب ديال المحاربين كان بلاصة ديال الصرامة والانضباط المحارب الشب ما كانش كيقلب على المعارك السهلة والمريحة بالعكس كان كيبغي التحديات باش يولي قوة ضاربة ساحة المعركة الرحلة ديال تطور المادي والجسدي بحال وبحال ملعب التدريب ديال المحارب بلاصة ما تقلب على الإشباع الفوري والراحة خسك تدخل لساحة المعركة وتقلب على الانضباط وتطوير الدات فكيف ما المحارب كيخصو يمضي السيف دياله فاتن تخسك تتمر الوقت والمجهود ديالك باش تحسن الحالة المادية والقدرات الجسمانية ديالك فما تكونش في حال ديالك الدراري اللي كيجي ويسيف طولي دي ميساج في استغرام وكيقولولي اه كوتش اراني مكتئب ما كان قدش نتريني الحقيقة هي انك مكتئب حيت مكترينيش ماشي مكترينيش حيت مكتئب اقلي غا تبدأ تريني غا تاكل ماكلا رقية غا تهلاب في صحتك فاكنت اكد باللي الكتئاب غا يبدأ يدوب وغا يبدأ يمشي فكنتمنى ان هذا الفيديو تكون عجباتك بثاف وما تنساش عاو تاني الى ما دير سبسكرايب ديرها ودير لايك تهلا حالا